صاروخ ثامن تعترضه الدفاعة السعودية هذه المرة فوق مدينة جيزان في غضون أقل من أسبوع تقريبا يواصل الحوثيون استعرض إمكانيتهم الصاروخية في مستهل العام الرابع من حرب التحالف العربي في اليمن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي حدد المسار الذي تنتقل عبره الصواريخ الإيرانية المهربة إلى الحوثيين نقطة البداية هي الضاحية الجانوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مرورا بسوريا فإيران ومن هناك يتم إرسال هذه الصواريخ عن طريق البحر بواسطة ما يسمى القارب الأم أو السفينة الأم إلى اليمن وفقا لرواية المالكي ميناء الحديدة وفقا للمتحدث باسم التحالف أصبح النقطة الرئيسية لتهريب الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة إلى اليمن مسار يحدد بنظر المراقبين مساحة المواجهة الإقليمية المقبلة وأطرافها وأبرز محطاتها تعقيدات إضافية يدفع اليمن كلفتها عبر استمرار الحرب والخراب والحصار وتفاقم الوضع الإنساني منذ ثلاث سنوات مضت من عمر الحرب يتبدى الحسم أقرب هدف يمكن تحقيقه من قبل تحالف يملك زمام المواجهة العسكرية والكفة الراجحة فيها على كافة المستويات لكن هدف هزيمة من يراهم التحالف ذراعا إيرانية خطيرة في اليمن يزداد بعدا في وقت تواجه فيه السلطة الشرعية خيارات فقدان السيطرة والانسحاب من المشهد وربما هزيمة يوقعها التحالف بها أكثر من أي طرف آخر وفقا للمراقبين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان هو أرفع مسؤول أوروبي يصرح بالتزامن مع الرواية السعودية التي سردها المتحدث باسم التحالف فيما يخص الدعم الصاروخي الإيراني للحوثيين لودريان أكد أن إيران تزود ميليشيا الحوث الإنقلابية في اليمن بالأسلحة وأن العملية السياسية لم تبدأ وأن السعودية تتعرض باستمرار لهجمات ينفذها الحوثيون الذين هم أنفسهم يحصلون على أسلحة من إيران الصواريخ تسد أفق الحل السياسي وتحول اليمن في نظر المراقبين إلى ساحة لمواجهة إقليمية طرفاها الرياض وطهران أمر تتحول معه حرب اليمن إلى عهدة الإرادة الدولية التي أغرقت المنطقة في هذه العاصفة الكبيرة من العنف